أما الهبه بين الأولاد ففيها قولان مشهوران القول الأول أن التسوية كما قسم الله تعالى في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وأن قسمة الله تعالى لا يوجد أعدل منها والقول الثاني أن القسمة حسب رأي الوالد إذا أراد أن يسوي بينهم يسوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا سويت بينهم ألا سويت بينهم وحقيقة يعني لكل قول يعني أخذ بعض العلماء حتى المذهب الحنبلي القولان فيه قويان فإذا أراد الإنسان أن يسوي بينهم فذلك جائز ونحن نعرف الآن أن البنات الله يصلحهم ويستر عليهم أقرب لنفع الوالد والبشاء عليه والتأثر وقربهم منه يعني الآن مثلا دعنا نتشلم أول شيء عن الأم الأم من الذي يأتي عندها ويسولف معها الولد وياها ولدها البنت أو البنت ثم أيضا لو إحتاجت الآن في مرضها تجد بناتها يوزع عن الشسمة يوزع عن الأوقات تجي هذي يوم كذا وذي يوم كذا وذي يوم كذا وذي يوم كذا وذي يوم كذا فتجي عندما تريد المرأة هذه أن توصي أن تهب ولا الوصية لا وصية اللي والد أن تهب تقول لها عطي الذكر أو لا أكثر من الأنثى والبنية هذه اللي قادمتها وجالست عندها وتراجبها مراقبة الحنون المشفق فهذا يعني يؤيد القول بأن الوالد إذا أراد التساوي أن له ذلك نعم مراقبة الحنون المشفق